وصلنا للنقطة دي وقلنا ان النقطة دي كانت ايجابية جدا برغم ان احنا عندنا تحفظات على الاداء ولكن انا هاخد من اخر جملة قالها فارس وقال فكرة ان انت تصدرك للمجموعة دي اسهل من مجموعات كتير وده هو الطبيعة الحقيقة احنا هنا جينا كنا صادقين جدا معكم مش الناس اللي هتهول فكرة مجموعة وتعطيها اكبر من حجمها اول لما القرعة وصلتنا لهذه المجموعة قلنا ان المفترض المجموعة دي كنت تحسمها بدري وتتصدر بدري بشوف من وجهة نظري ان مشكلة او عدم التوفيق اللي كان ملازمك في مبورات شباب والزاز اللي كانت في القاهرة ممكن دي تكون النتيجة اللي تزعل اكتر من فكرة التعادل في الجزائر كان عنده غيابات يمكن نص الملعب كان فيه مشكلة واضحة جدا السلية كان بيعاني من شد وجهي بعد اصابة طويلة او اجهاد في عضلة السمانة فبالتالي كانت دفع به اطول فترة ممكنة صعب اعتمدت على فكرة وجود اكرم توفيق لان ديانج عنده مشكلة نبيل كوكا نفس الامر فكانت الخيارات المتاحة في وسط الملعب ما كانتش كتير وكمان لما جيت بعد غياب واحنا قلنا دايما بنقلق من المباريات اللي بتيجي بعد توقف هل انت شايف اللعيبة دي هي ريسك ورهان يا اما تقدم مستوى جيد وتقول لا انا لسه في الفورمة اللي انا ختمت بيها يا اما تلاقي لعيبة برة تماما مستواها يا اما لعيبة بتجي لها فرصة مرة واثنين وثلاثة وهو ده اقصى اللي ممكن تقدمه في النهاية تيجي تشوف مجمل النتيجة اللي انت وصلت اليها ان انت لم تقصر يا زي المباراة حفزت على الصدارة ووضعت صدارة المجموعة بين اقدام لعبيك انت وارد لو كنت تعرضت النتيجة سلبية هتبقى بتنتظر نتائج الفرق الاخرى مع بعضها لا انت هنا مش هتنتظر عندك ماتشين تفوز بيهم انت صدرت المجموعة والموضوع منتقى تماما ايا كانت نتيجة باقي المواجهات للفرق الاخرى لكن مهم واحنا بنشوف السلبيات دي نبقى شايفين ايجابيات ويا فكرة بقى اللاعب اللي قادر انه هو يقدم لك على الاقل 70% من مستوى بعد ظروف وبعد متغيرات لا احنا شفنا مبارح تأكيد على مولد حارس كبير اسمه مصطفى شبير بالتأكيد هنتكلم عنه لكن الاهم ايضا شفنا اتنين سنائي قلب الدفاع وياسر ابراهيم والرسالة اللي بيأكدها وبيوضحها للجميع لما جينا هنا وتكلمنا ومعظم البرامج والناس اللي كانت بتابع المنتخب وتكلمت عن قايمة المنتخب واخترارات روي فيتوريا اشهدوا الحقيقة بياسر ابراهيم وكانوا مستغربين انه هو مستبعد ومع حالة المنتخب الدفاعية بنأكد لك ان ياسر ابراهيم بيؤكد ان هناك خلل فني كان موجود فهم افراكي بعدم الاستعانة بياسر ابراهيم اللي قدمه بالامس ياسر ابراهيم بيرد على كل او بيرد الجميل لكل شخص او بيقول لكل شخص وصق في ان ياسر ابراهيم كان له المفترض مكان في منتخب مصر كان لعب اساسي انت كنت صح اللي كان غلط الاستبعدك انت كنت صح لان قدم اداء مميز جدا هو غلط فقرة او اتنين فقط لغير مع لعيب مهم جدا قدم مباراة كبيرة جدا في شباب بلزداد محمد بالخير واحدة هي فقط لغير وده مقبول في تسعين دقيقة تعالى لمحمد عبد المنعم اللي احنا هنا برضو تلقنا وكان عندنا بعض التحفظات في مستواف ام افراكي لا قدم مباراة مختلفة تماما امتلك ثقة وقدرة على تمريرات كنت اتمنى بقى خط الوسط يتميز بدها وهي دي كانت المشكلة بالامس كان عندك مشكلة تداية وانت بتتفرج على المباراة ان انت ما عندكش ناس بتحرك ما بين الخطوط ما عندكش ناس بتستلم تحت ضغط ما عندكش ناس تقدر تعمل مراوغة وتمريره ثرو تضرب لك الافصات الجيمي اللي كان بيلعب عليه باكيتة مدرب شاب بلزداد في الشهوط الاول تحديدا حصلت مرة مع حسين الشحات عمل مراوغة لاثنين لعبين ودى طاهر مع انفراد بالمرمى ولكن تطبعا تصرف طاهر الحقيقة بالامس كان صعب جدا وضيف بقى الجابهة طاهر كمان اكرم توفيق فكان عيب كبير جدا على محمد هاني وانا من وجهة نظري شايف ان الجابهة اليومنا كانت صعبة جدا وطاهر واكرم ساهمه بنزول المستوى كمان محمد هاني وكانت امور محتاجة ان انت تدفع بتغيرات بدري ولكن في النهاية عدينا من المباراة بتعادوا لفارس بشوف ان يمكن وسط الملعب كان لعيبي شباب الازداد بيتحركوا بين الخطوط كويس جدا عندنا بين الخط الدفاع وخط الوسط كانوا بيستلموا بشكل كويس جدا احنا كنا مفتقدين ده في الخط الامامي باستثناء امام عشور ولما نزل محمد مجدي افشا كنت بشوف ان احنا عندنا مشكلة بفكرة الخروج بالقرى الوسط الملعب